اتتح سعادة السيد عبدالله بن عادة الفخر وزير الصناعة والتجارة وزير السياحة بالوكالة النسخة الأولى من فعالية السياحة الفاخرة نعم وحضر الفعالية مجموعة كبيرة من كبار منظمية الرحلات السياحية الدولية وممثل القطاع السياحية الفاخر وشركات إدارة الوجهات من مختلف أنحاء العالم تعد استضافة مملكة البحرين فعالية السياحة العالمية Connections Luxury فرصة استثنائية لتعريف منظمية الرحلات السياحية بالمميزات الجاذبة التي توفرها المملكة لصناعة السياحة والمستثمرين وتسليط الضوء على قدرة المملكة وإمكانياتها السياحية الفريدة التي تمتلكها بالإضافة إلى المساهمة في إقامة علاقة تجارية طويلة الأمد بين البحرين ووكلات رائدة في جميع أنحاء العالم ما نقوم به هو أننا نختار أفضل وكلاء السفر الفاخر من جميع أنحاء العالم من الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا وألمانيا وأيضا فرنسا وإيطاليا وروسيا وبالطبع من دول مجلس التعاون الخليجي ثم نجمعهم معا وننشئ حدثا تكون فيه تجربة فريدة وما نلاحظه هو أنه عندما يكون لدى الناس تجارب معا ويختبرون الثقافة المحلية والأشياء المحلية للقيام بها فإن ذلك يجعلهم أقرب لبعضهم البعض ويصبح العمل بشكل عام أقوى عندما يعرف الناس بعضهم البعض هذه الفعالية تعكس الدور الذي تطلع به وزارة السياحة وهيئة البحرين للسياحة والمعارض في تعزيز قدرة مملكة البحرين وجاهزيتها وتنافسيتها لتنظيم واستضافة مختلف الفعاليات والمعارض الدولية الكبرى من ركائز الهيئة أنها هي تجذب السياحة للبحرين ومن أهداف استراتيجية السياحة من 2022 إلى 2026 تنويع البحرين وترويجها عالميا لشتى قطاع أو نوعية القطاعات السياحية في العالم ومنها قطاع السياحة الفاخرة طبعا البحرين من أهم الدول عالميا حق السياحة أنا أشوفها وجهها جميلة جدا وفي الأول الأخيرة شفنا أن السياحة في البحرين تزيد بشكل مضحوظ ليس فقط على المنطقة كالوطن العربي بل على العالمي حاليا تعد هذه الفعالية منصة عالمية للتواصل مع رواد صناعة السياحة الدوليين وخبراء صناعة السفر الفاخر وتسهيل الشراكات التي يمكن أن تعزز مكانة البحرين كوجهة عالمية مثالية للسياحة الفاخرة تأتي النسخة الأولى من الفعالية السياحية الفاخرة Connections Luxury لجذب كبار منظمية الرحلات السياحية الدولية وممثلية القطاع السياحي الفاخر من جميع أنحاء العالم إلى مملكة البحرين ريم جناحي لمركز الأخبار تلفزيون البحرين اشتركوا في القناة